رسالة عرفان بلعب في ملعب الأسمرات بطل القاهرة وجمهورية ومنتخب أنا محمد زك السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصري من المواطن المصري عماد الدين حسين تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل أنا من جين يا عم الرئيس أنا المواطن الصناوي خليل بوف رجب وخليل أنا محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر واحد من أفراد الشاب اللي بيحبوه أنا أسامة كمال مقدم برنامج مساء دي أم سي أنا المواطن المصري أحمد الساء تحية طيبة وبعد أنا بأجيلك رسالة بك بتكلم مع حضرتك كلام من القلب للقلب بسمح لي إن أنا أبدأ كلامي برحلة قضيناها مع حضرتك خلال عشر سنوات فاتت بشكر حضرتك على كل المجهود اللي اتبازل خلال العشر سنين اللي فاتوا شكرا يا رئيس عالدعم اللي انت قدمته لنا لزهير الهمم وإحنا بقالينا حقوق ونشارك في كل حاجة ودايما بتتكلم علينا من أول يوم حضرتك عودتنا على الصدق والشجاعة في مصالحة أبناء الشعب المصري لمواجهة كتير من التحديات وتحقيق العديد من الإنجازات إحنا بنشكرك لإنك قدمت لبلادك جهود وتضحيات وتعطت المصري مكانتها المرموقة من يامتك مش شكرين وجزاك الله خير وما جسرت وحرصت البلد وحرصت حدودها ترى من الشردم والمشاكل ودي بلد كبيري المكانش ريس فيه دماغ مقدرش يمسكي البلد وجهت مشاكل صعبة تهدد استقرارها الفعلي لأول مرة شعرنا بخوف حقيقي على مصر كان فيه تحدي الإرهاب طبعا يعني التحدي الأكبر على الباق ثم تحدي التنمية رغم كل التحديات اللي كانت موجودة قدام حضرتك لكن قبلت التحدي وشلت المسئولية كاملة على عاطقة يطيبوا لي أن أتقدم إلى سياداتكم بخالص الشكر والتقدير لما لمسنا إنجازاتنا على مدار عشر سنوات مضط على مستوى التعليم والصحة والبنية التحتية ولمسين سيادتك الدين تتعبت عشان تنعب البلد ديت أنا عايز أقولك إني بحبك أول وعايزك تفضل مكمل معانا تحملت التعنات من كل فج وصوت في صمت الأقوياء غير عابق بأبواق الإفريق استطعت أن تعيد مصر إلى القرى الإفريقية استطعت أن تعيد مصر إلى أمتها العربية وخدت قرارات صعبة أنه ربنا يديك طلطل عمر ويخليك لينا ويثبت خطوك الله يكون فعانك وربنا يستر عليك وقد الشيلة صح أنا شاهد فترة اللي فاتت فترة 12 سنين على تغير كبير تغير جريء في العشر سنوات الماضية شهدت مصر تغييرا غير مسبوك في تاريخها في إطار المواطنة ومجتمع العدالة والتنمية الاهتمام بالمواطن المصري ده من أهم الإنجازات المشروع التنموي حضرتك وحشدت لي كل مؤسسات الدولة وإمكانياتها لتسريع التنمية وتجهيز مصر للانتقال للدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وستعت بمهارة ربان السفينة ومشرت جراح بارع أن تعالج تشوهات الماضي العطيق وفي نفس الوقت وبدون كلام أن تضع اللبنة الحقيقية للجمهورية الجديدة أشهر الله أن ما تحقق لم يتحقق من قبل ولكن كانت إرادة الله وتصميمك والشعب اللي كل واقف مراد قلت إن العافي مفيش حد هياكل قمته في البداية كلنا كل مستغربين تسليح الجيش، الفلوس اللي بتتصرف على الجيش دلوقتي بس عرفنا ليه نصرف على التسليح وعلى الجيش أظن دلوقتي بدأنا نفهم يعني يبعندك جيش وطني قوي جيش مستقر، ليش مش مقسم، مفيش حروب أهلية في البلد أحب أشكرك يا ريس على الأمان اللي تمت فيه البلاد بعد سنين صعيبة مرت بها مصر عيشنا مع سيادتك إنجازات مهمة جداً في حياتنا شفناها على الأرض الواقع شفنا إنجاز قوي جداً وهو إنهاء للعشوائيات أول كنت عادة بالدويقة، هنا أول ما عرفت إن فيه هنا ملاعب مجانة وكده قدمت فيها وشاركت وبقيت بطل عبطلات وبقيت بطل القاهرة أول حاجة بقيت بيها، وبعدين جمهورية وبعدين منتخب أدرت كاس عالم كرة اليد في سنة 2021 جاءت في وقت الكوفيد والحمد لله قدرنا كلنا كشعب مصري نقف وننجح هذه البطولة نحن شايفين القيادة السياسية هي فعلاً شغلها الشاغل عايزة تنجح مصر كنا نتحدث زائماً في ألهود السابقة عن عدم وجود عدالة في التوزيع ما بين المحافظات وما بين الطباقات، ويأتي مشروع حياة كريمة ليصل في وقت واحد إلى جميع الفئات المهمشة قرى كانت محومة من الصرف الصحي، من الكهرباء، من الطرق، من الوحدات الصحية يكفيني كمواطن مصري أن أعيش في أمن وأمان على الرغم من الصعوبات والتحديات ويكفيني كطبيب أن تشهد مصري هذه الطفرة الصحية غير مسبوقة من القضاء على فيروس سي والقضاء على قائم الانتزام أنا شاهد على تغير قوانين، شاهد على تغير مشروعات على الأرض، تغير القوانين منها قانون المشروعات الصغيرة دا كان حلم لكل شاب إنه عنده يقدر زائم المشروعاته وأنا شاهد على التطور اللي حصل في قطاع البترول إن يحصل تطوير لجميع شركات البترول اللي هي ما تمدش إيد لها التطوير من السبعينات، فتتطور القطاع العام ونبعش أي، ولا نصفي أي شركة من شركات القطاع العام شاهد أيضاً على تطور التعليم الفني اللي كان دايماً بيقال عليه إنه مخبرة للطلبة أصبح أكبر نقطة جادية للطلبة مصر كلها تحولت رقمياً بفضل رؤية وضعت وتم تنفذها بسرعة وبقوة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي لما عدت علينا ظروف الكورونا الصعبة الناس اكتشفت إن عندنا بنية تحتية ممكن تستخدم في التعليم عن بعض الناس اكتشفت إن عندنا قدرة إننا نعمل مدفوعات رقمية مدينة الأدوية، الصناعات الكيميائية، عيادة الاعتبار وأحياة وصناعة الغزل والنسيب وزراعة القط طولاً وحداً لا يمكن لك أن تنمي بشراً دون أن يكون لديك حجراً حجراً بمعنى أن يبقى عندك طريق كبري مدرسة مستشفى وبعد كده ييجي التنمية البشرية بقيت أروح شغلي بشكل طبيعي جداً وبقدر إن أنا أساوي ما بين شغلي وبيتي في الأول كنت بسافر أربع ساعت ونص، بالوقت في ساعتين ونص بكون في قلب الصعيد اهتمام سيداتكم بصعيد مصر وبقرى مصر وبصحة المصريين وبالمرأة المصرية أحب أشكرك ريس لأن أنا عندي ابن استفاد وأخذ شقة بمساكن الشباب اللي حضرتكم بنتوها شكراً يا ريس على المدن الجديدة اللي حضرتك عملتها اللي وفرت شغل لنا ووفرت شغل كتير لناس وأنا شخصياً وجفت عن الشغل في 2020 في وقت الكورونا لكن بتوجهات حضرتك استفدت من منظومة العمالة الغير منتظمة اللي أثر فيي مش بس الإصلاح الاقتصادي مش بس شجاعة القرار ولكن الحزمة الاجتماعية اللي تبنتها الدولة المصرية في التعامل مع الفئات الأولى بالرعاية أنا بشكر ربنا من أجل بلدنا شكراً لك يا سيد الرئيس على معاش تكافر وكرامة دا ساعدني في تعليم أولادي كل الشكر والتقدير فخامة الرئيس على المجهود المضي الذي بدلتمه في الحفاظ على القضية الفلسطينية وبالتوازي الحفاظ على أمننا القومية ومنع تهجير الفلسطينيين والحفاظ على تراب صناع الحبيبة احنا في موضوع أهل غزة معاك 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 أحنا نقوله يا جاب المهدك الريح أنت مدامت على حق لا تخل موضوع غزة دا يدعمهم بكل ما أتيت من جوا خد من جوتنا ودقوا ما توفقش يا ريس على الضغوطات أنا شخصياً بدعم سياداتكم سياسياً خصوصاً تحت الضغوط السياسية اللي بنتعرض لها من العالم كله وإلا لم يكن له لازمة كل اللي احنا عملناه من قبل 67 لغاية دلوقتي في سيناء وبعدين كانت ترخيرك أنك أنت وقفة نهاردة بتحارب إيه؟ ما أنت بتحارب كل عزمة وقفتك ضدهم أثبتت أن أنت مصري أصيل وقفت رئيس الجمهورية بيعلم إن شاء بلده أنا سمعت حضرتك أن أنت تبرع بحملتك في أهل غزة وقفنا لتبرع معاك قرار حضرتك بعلاج الفلسطينيين داخل الأراضي المصرية هذا القرار أسلك صدرنا هنفضل دعمين بقرارات السياسية الحرقة تها دعمين لأهلنا في غزة بالكامل وإحنا معاك وفي ظهرك وربنا يقوي ونحن في كل لحظة يفوت سيادتك في الحفاظ على الأمن القومي المصري وبدعيلك بالتوفيق وبشكرك يا ريس على دعمك لأهلنا واخوتنا في فلسطين وغزة وإن شاء الله تستمر وتكمل المشوار إحنا معاك لنعمك وبنقولك كم دعمك لغزة مهم يا ريس وإن شاء الله اللي جاي أحلم كتير أتمنى أن كل واحد فينا في البلد دي يبذل أخصى جهد في مجاله وبإسمي وبإسم كل مصري وعاهد سيادتكم على بزل مزيد من الجهد والعمل وفي صف واحد دعمه ومستعدونا لبدل الغالي والنفيس نسق في أنك قادر على استكمال بناء بمورية الجديدة وربنا يبرك لنا فيك وربنا يقويك وإحنا معاك يا ريس أنا بأييدك قلبا وقالبا ربنا سحنا تعالى هيوفاك وهيكرمك وإن شاء الله وإحنا معاك شكرا يا ريس على كل الحاجات اللي عملتها المصر